في ظل هذه الحرب العنيفة التي يعيشها شمال قطاع غزة تبقى فئة الأطفال هي الفئة الأكثر تضرورة جراء الاستهدافات المتكررة بحقهم وجراء الظروف الصحية والبيئية الصعبة نستعرض هذه الظروف مع الدكتور حسام أبو صفية ومدير قسم الأطفال ومستشفى كمال عدوان وما يعيش الأطفال هنا وما يصلهم من حالات جديدة أعطيك العافية دكتور أعطيك العافية يمكننا تكلم عن آخر الحالات التي وصلتكم من مستشفى كمال عدوان نحن نتحدث عن رقم 13 كان قبل أيام اليوم نتحدث عن 2 إضافيين تتكلم على 15 حالة هذه قافلة جديدة من الموليد تلتحك بالقواف للشهداء وكان سبب موت هؤلاء الأطفال والقطاع الكهرباء بشكل مباشر وكنا قد أعلننا منذ أيام عن خلوج مستشفى كمال عدوان عن الخدمة وذلك لعدم موجود وقود الحالات التي وصلت كانت بحاجة مثلا توضع على جهاز تنافس الصناعي لسبب أنه كان فيه التهابات عوية حادة أعرف أنه في بعض الحالات وصلت وتوفت في المستشفى من سوء التغذية إذا ممكن تشرح لنا عن هذه الظروف وعن التأثيرات الغير مباشرة لسوء التغذية عليه قد تجتمع عدة عوامل من ضمن سوء التغذية وقلة الطعام طبعا هذا يعني يؤدي أحيانا بشكل مباشر أو غير مباشر إلى هلاك الأطفال عندما نتحدث عن طفل مريض يحتاج إلى تدعيمه بالأطعمة وعندما تعود إلى التاريخ المرضي تجد أن أغلب الحالات الآتت إلى المستشفى لم تتلقى وجب الطعام واحدا للأسف يعني إحنا نشدنا كل العالم لم يكن في يعني إسعاتنا حقيقة بموضوع الوقود والدواء والطعام أتوقع أنه حنفقد المزيد إذن هو انذارهم بالخطر على جميع النواحي من الناحية البيئية ومن ناحية الصحية وانهيار المنظومة الصحية وكذلك على حياة هؤلاء الأطفال الذين ينشدون العالم بضرورة حل هذه الإشكالية الكبيرة بدخال السولار وكذلك المستلزمات الطبية وعنتهم على البقاء على قيل الحياة من شمال قطاع غزة عبد القادر صباح لقناتي العربية والحل